بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء كيف عالكم وإن شاء الله دانا بخير درسنا هذا اليوم هو عن منهج لغة الإنجليزية للصف الرابع دادي شارح بحلوة أوضيح يونت 5 لسن 4 اليونت الخامس الدرس الرابع الصفحات اللي راح نأخذهن من الكتاب الملون هي 50 والنشاط الكراسة الـ Activity Books 77 و 78 و 79 هدية عيد ميلاد الموضوع المهم القواعدين وحيكون هو المستقبل البسيط والله فعل مجرد بالمثبت والنوت اللي اختصارها وفعل مجرد بالنفي والسؤال تقدم الولد خليها أول كلمة وراها الفاعل وفعل مجرد وتكمل وعلامة استفهام بالسؤال هذا ملخصة وصفات قوية راح نأخذهن ومعانيهن هذا أهم ما موجود بهذا الدرس والواقع بعد التوقيفكم تحبون تطلعون عليه شكرا الله ثم شكرا لكم دعمكم وتجيعكم دعواتكم طيبة تعليقاتكم الحلوة المحفزة المشجعة شاركوا لكي تعمل فادة ويستفيد الجميع زكاة العلم نشره والدال على الخير كفالة نبدأ بسم الله هدية عيد ميلاد match the pictures وصل الصور and the words والكلمات هذني صور تلف صور بثلاثة ست صور وذني ست كلمات أسماء هاي الصور وهي أسماء هن which do you think are good birthday presents ما هي برأيك تعتقد هدايا عيد ميلاد جيدة من هي برأيك الdiary اللي هي المفكرة bilingual dictionary قاموس قاموس ثنائي اللغة هاي مفكرة تكتب بها ذكرياتك وهذا قاموس ترجم بين معاني مع الكلمات ثنائي اللغة انجليزي عربي عربي انجليزي مثلا man's shirt اللي هو قميص رجالي music cd قرص مال أغاني قرص موسيقى compact disc قرص مضغوط للموسيقى computer game computer game جهاز مال ألعاب حاسوب يعني مثل playstation والأكس بوكس وهالأمور والبي سي اللي حاسبهم بيها computer game العاب حاسوبية و mobile phone اللي هو هذا الهاتف النقال هاتف نقال موبايل نعرفك موسيقى وراها روح التمرين now do exercise in the activity book بعدين روح التمرين اللي موجود بالنشاط فهاي المحادثة اللي هي نفسه هنا موجودة بين أمل و الأمل وياسمين ويوسف وهو دي يحصل عن ابنهم مصطفى الأب والأم والأخذ فرح نستمع للمحادثة بسم الله موسيقى 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 ترجمة نانسية خلصت المحادثة هنا كلهم ذكراهن إذا انتبهتوا بس القاموس ما حد ذكراه ما حد يريد يجيب قاموس قالوا نجيب مفكرة قالوا نجيب موبايل قالوا نجيب لعبة مع الحاسبة computer game أو لعبة يعني ما قلنا لعبة Xbox لعبة Play إنه اللعبة هي لعبة computer game لعبة حاسوب يعني تلعب على Play لأنه ترى هو داخل Play ترى حاسبة هي بس مخصصة بس اللعب تلعب على Play على Xbox على PC المهم فقالوا داي ريدون نجيبوله دولي اخوانه والام داي سولفون فكل هن ذكروهن ما عادة قلنا الدكشناري ما حال ذكارة المهم خلنا قرأها ونفهمها اما لش قالت مصطفى's birthday is next week عيد ميلاد مصطفى الأسبوع الجاي do you know what you're going to get him هل تعرفون ماذا سوف تشترون له او تحضرون له no I don't what about you ماذا عنك يا يوسف يوسف قال I'm not sure yet انا ما متأكد الحد الان maybe I'll get him some CDs ربما سوف اجلب له بعض الأقراص there is a fantastic new CD by his favorite group يوجد قرص جديد رائع لمجموعته المفضلة مجموعته المفضلة يعني الفرقة اللي يستمع لها شعور مثلا انتوا كو بيكم يحبون BTS ومادريش يسمهم بعض ذول بقية من الفرقة المشهورة فيقول اجيب لما الفرقة المفضلة then he won't borrow mine all the time ثم هو سوف لن يستعير أقراصي طول الوقت لأن هو دائما ياخذن فاحشتري لأو خرص امل قاعدت oh yes نعم he'd like that هو يحب ذلك يحب هاي الأقراص مال هاي الفرقة maybe you should get him a diary ياسمين فامل ده تخترح على ياسمين تقول هلو تجيبي له اعتقد من الأفضل ان انت تشتري له مفكرة he'll need one at university next year هو سوف يحتاج واحدة بالجامعة السنة القادمة he's so forgetful هو لن جدًا ينسى هوايا كثير النسيان ياسمين اش قالت بقيتها a diary مفكرة that's a terrible idea هذي فكرة سيئة فضيعة it's so boring هينها جدًا مملأ محلوة تمملل I want to get him something that's fun أنا أريد أجيب له فات شي ممتع boring عكسها fun تعرفون 1street2 فعله نجال بتدوم بها المراحبات يوسفش قال قال well you could get him a computer game قال حسنًا لعد روح يجيبي له انت تستطيعين انت تحضرين له تجيبين له computer game اللعبة مع الألعاب الحاسوب قلت له that's not a bad idea قلت له هاي ليست فكرة سيئة خوش فكرة حلوة عجبتني he said the one you lent him last week was too easy هو قل لي بأنه اللعبة الواحدة اللعبة اللي انت عارتها له داينتها إلى بالأسبوع الماضي كانت كلش سهلة يوسف قال he did هو قل لي اللعبة سهلة that's amazing هذا فشي رائع I haven't won that game once قال هاني أبد ما أفزت بهاي اللعبة ولا مرة وحدة وهو هيد شي شغال سهلة وفازها أمل قالت فعرفنا يوسف بس قبل ما نكمل عرفنا يوسف ريدي بس قبل بس قبل قالت what are you and dad going to get him mom I think we'll buy him a mobile phone this year قالت أنا أعتقد نحن سوف نشتري له هاتف نقال هذه السنة he won't be at home as much and he'll want to stay in touch قالت he'll be thrilled هو سوف يكون مبتهجا فرحانا سعيدا جدا يعني لا تحتاج لك موبايل و لا يحتاج لك موبايل يا يوسف سأخبرك لك عندما تذهب إلى المنزل سأخبرك لك أحد من تذهب لجامعة سأخبرك لجامعة لجامعة أمل شكالت لا أعرف ما يحصل لك سأخبرك لك أخبرك سأخبرك بعض الأمور جديدة عندما تبدأ فهو سوف يحتاج بعض الملابس الجديدة عندما تبدأ الدراسة فالأمل لديه ليس جدا ممتعا لكنها مفيدة الملابس سأخبرك له قميص جديد فأمل تجيب له قميص الأم الأب راح يجيب له موبايل فون ويوسف راح يجيب له سيدي وياسمين راح يجيب له كومبيوتر أوكي فهي ما حد يريدها يقولون ما حلوة هاي ما حد ذكرها أصلاً هاي أمل راح يجيبها هذا يوسف راح يجيبها هاي ياسمين راح يجيبها أخوانا ذولي والموبايل فون على الماذر والفادر راح يجيبو له هاي يعني ذني وهي ذني هذا ما حد ذكره أصلاً وهذا ما حد يريده أصلاً أوكي زين بس يقول لك روح حل التمرين الموجود بالنشاط هذا وبعدين نرجع نكمل قاعدماتنا من المستقبل اللي طينا ملخصة بالبداية يقول listen to the conversation again استمع للمحادثة مرة أخرى what do the family think of these things as birthday presents for مصطفى ماذا يعتقد أعضاء العائلة بهذه الأشياء كهدايا عد ميلاد المصطفى شين رأيهم بها ذني الأشياء سولفنا بيهن is a cd a diary a computer game a mobile phone وذن اللي يظلن a shirt وهذا ما حد راده أصلاً a dictionary فهه ما ذكره هنانا شين رأيهم بيهن سمعنا الآراء هم فراح نطلع الحل عند الاختصار الوقت ال cd اعتبره a good idea فكرة جيدة a diary a bad idea فكرة سيئة a terrible idea فكرة فضيعة boring ممل فلغة محد يشتريها هاي قلنا يوسف رح يجيبها cd هاي محد يريد يجيبها a computer game رح تجيبها ياسمين اللي هي quite a good idea نوعاً ما فكرة جيدة لكواية الضعف من الصفة بس يعني هم تجي من يعتبر ان ذني modify المهم good تقوي من الصفة اللي كوايت وراها a mobile phone اللي هو فاضل وماذا رح يجيبوه اللي هي تعتبرها fantastic idea فكرة كلش رايعة والشيرت القميص اللي رح تجيبه امال اللي هو not exciting ليس ممتعن ومشوقن but useful لكنه مفيد زين هذا خلاص التمرين يقولك now read the conversation on students book page 50 and check your answers اقرأ المحاذبة بالكتاب الملوان وتأكد من اجاباتك قرأنا وتأكدنا وخبصنا وعضارنا وكملنا تمرين بيقولك complete the sentences with will قبل ما نكمل هاي الجمل خلي نروح ناخذ القاعدة القاعدة هي تقول ما المستقبل البسيط future simple تقولك use will or want اللي هي اختصار ما الول هاي الول اختصارها فارزة ll وهاي الول وي النوت اختصار هن يصير want اثنائت هن وراهن infinitive يعني فعل مجرد خالي من هاي اضافة استخدم هن ويا الفعل المجرد to say what you think or hope will happen لكي تقول ماذا انت تعتقد او تتمنى ان يحدث سوف يحدث to make a promise لكي تعمل وعدا لكي تعطي وعد تعد بوعد او to say what you have just decided to do او لكي تقول ماذا انت للتو قررت ان تفعله او كي من يعني اشياء تتنبئ لها مستقبلية تتنبئ لها productions تنبؤات او promises اللي هي يعني وعود او decisions اللي هي قرارات اتخذتهم بالوقت هذا فتستخدم بيهن المستقبل البسيط الفيوتر سيمبول اللي هو ولفع المجرد يقول لك هنا انا now study the language box هذا درسه قررنا and find examples in the conversation اوجد امثلة مثل هاي هيل او آيل او كي امثلة عليهم او آيل قيز هاي تشيد اني امثلة لقينا وهنا انا هام آيل وهالسوالف هي تشي هيل اللي اخصامها الول طبعا ولقينا امثلة مثل ما قال now do exercises b to e in the activity book روح الى التمارين هاي خلصت من الملاون انحل التمارين النلبي لنهاية الدرس النشاط اذا اني تمارين مهمة هاي سهلا انا مهم تمارين b مهم اوكي وتمارين ال d مهم اوكي و ال b و ال d هنا اهم شيء بهذا الدرس كله والقاعدة ترى فاهميها وسهلا مع المستقبل زين شيء يقول اقول اكمل الجمل باستخدام ول للجملة المثبتة او ول للجملة المنفية اللي اختصارها وانت بالاضافة الى فعل مجرد خالي من اضافة اللي هو بينقوسين الفعل نفسه مني حطوك اياه هتش بس فعل يعني حط قبله ول ونقلة نفسه مني حطلك نوت وياه فحط ول ول نوت والفعل وياها مني حطلك هتش بينات هن سلاش واكو علام السؤال في عندي يقولك حطلي ول وحطلي الفاعل وحطلي الفعل مجرد اي سوي السؤال اوكي والفعل هو البيع المقوس رح نجي نمبر وان يقولك فرح ستنجح بالاختبار مقالتها انا اعتقد بان فرح سوف تنجح بالاختبار مقالتها هي كانت تدرس كثيرا ف ستنجح لا تنتظرنا نحن سوف لن نعود نحن سوف لن نعود وياها نوت بي سوف لن نكون متواجدين عائدين في الوقت العشاء هنانا السؤال فقلنا هل سوف تساعدني بواجباتي الرابعة رابعة اي checked that was the door bell انا اعتقد ان هذا جرس الباب دق اي هولانسر ات انا سوف او الانسر ات اقوم ارد عليهم او أجاوبهم او افتح المباب اي هوب سوف يكون في الوقت المناسب في عيد ميلادي يحضر يعني بالوقت يتواجد يعود بالوقت المناسب مع عيمادي بس حط ول هم سوف لن ينسوا هاي العطلة الرائعة و I will have a cup of tea please انا سوف اخذ او اشرب كوب من الشاي رجاء بس ولو have و the neighbors الحي او الجيران شبيهم will complain سوف يشتكون if you leave your car there ذا انت تركت سيارتك هناك الى جوبة حتى تتأكدون ويطمئن قالبكم قلنا will pass won't be او will not be ثناثا صح هاي اللي will not اختصارها won't انت احفظ واذا تكتب هيجا وتكتب هيجا ثناثا صح عشان السؤالي if I will you help I will answer will be will never forget will have will complain هذا خلاص التمرين ولله الحمد انا روح على بس هنا ملاحظة هو حط للكه دي يقول لك I farze LL contractions ذني الاختصارات هذا الاختصار contractions ما الـ I farze LL هو اختصار ما الـ I will هاي الفول فور مالته والwon't اختصار ما الـ will not ينحفظ لان مهمات يجنب الامتحانات زين عيني نكمل لكم على التمرين البعض تمرين C يقول يقول we use we usually use contracted forms when we are speaking نحن عادثا نستخدم صياغ مختصرة عندما نحن نتحدث listen to the sentences and repeat them استمع على الجمل وكررهم عيدهم ثم الجمل بيهن اختصارات ما الـ want وآيل ودادل وذيل وآيل استمع لهن هنا واختصارهن على مود تتعلمنهن لا مو هذا التسجيل Section 60 C listen to the sentences and repeat them 1 we won't be back in time for dinner 2 i'll answer it 3 i hope dad will be back in time for my birthday 4 they'll never forget this wonderful holiday 5 i'll have a cup of tea please 3 i'll have a cup of tea i'll have a cup of tea i'll have a cup of tea خذوهن مننا انا ترى ذني اوكي الحل ما الهذنيتش اذا تريد تعرفه يعني هنانا بالتأكيد وهنانا بس دا يدي عنك انو الاحسن تختصر هن ذني دا يقولك من بالمحادثة يميلون للاختصار we won't be back in time for dinner نحن سوف لن نعود في وقت في الوقت ما العشاء i'll answer it انا سوف اجيبهم من دقة الباب جار صباب من دقة فواحد اتبرع بهم وقال انا رح اروح اجاوب ويعني ارد الباب هو يجي افتح هو يجي i hope dad will be back in time for my birthday اتمنى انو ابويا يعود بالوقت المناسب مع العيد ميلادي they'll never forget this wonderful holiday هم سوف ابدا لن يستخدم هذه العطلة الرائعة i'll have a cup of tea please انا سوف انا اطلب او اريد كوب من الشاي رجعا اوكي زين البعدها تمرين دي يقولك look back at students book page 50 انظر الى صفحة 50 كتابك الملون what adjectives are used to describe these things ما هي الصفات اللي استخدموها لوصف هذه الاشياء write them in the sentences اكتبهم بهذه الجمل من يوسف وياسمين وهي شي رادة يعني دي يصفون ال cd وال فكرة وها الامور وال game وال mobile phone فالشي استخدمو ايها المصطفات استخدمو كلمات يريدك يريدك تكتب مرادف هن اوكي فاحنا ايش راح نستخدم يصير تجيب نفس ويصير تكتب مرادف هن انت راح تحفظ هن اثني 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 اول وحدة راح نجي يقول يوسف wants to buy a fantastic cd يوسف يريد يشتري fantastic cd قرص رائع اللي هو very good معناها very good تنحفظ fantastic very good حفظ على غيبك زين ياسمين thinks a diary is شنو a terrible idea تعتقد منه هي فكرة سيئة terrible idea فكرة سيئة اللي هي very bad very bad terrible very bad احفظ terrible very bad زين يوسف thinks it is amazing that مصطفى said that the game was too easy مصطفى يعتقد بانه يوسف يعتقد بانه مصطفى رائع لانه قال على اللعبة انه هي كلش سهلة ف amazing اللي هي very surprising amazing اللي هي مدهش اللي هي very surprising very surprising جدا مدهش تنحفظ زين والبعدها يوسف says مصطفى will be thrilled to get a mobile phone يوسف قال بانوصف سوف يكون سعيدا عندما يحصل على هاتف جديد اللي هي thrilled قلنا مبتهج اللي هي very happy سعيد جدا ينحفظ اخذوهن سكرين احفظوهن مهمات وتبقى التوستاد مدرسك فسا قلنا هذا التمرين بي مهم بس على اثنيتش الكلمات والتمرين بي مهم الباقي كل هيتش يعني والتمرين اي شي يقولك يقولك write one sentence about something you think is amazing اكتب جملة عن فتشي تعتقد انه هو مدهش وان one about something you think is terrible وفتجملة على فتشي تعتقد انه هو فضيع and one about something you think is fantastic وجملة واحدة عن فتشي تعتقد انه هو رائع جيد جدا فهاي مثال عليها example i think هامين 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 بيردز are amazing because they can fly backwards يقولنا اعتقد انه هذا النوع من الطيور هو مدهش بسبب انهم يستطيعون ان يطيروا رجوعا يعني شون على البق ما لتهم انه يرجعان على البق ويطيرا وهنا يتجهن للخلف اوكي ها هي هذا هي شي يعني بس اكتب جمل مفت شي مهم زين عيني هاي الملزمة وترتيبات هاي وحلول هاي وشرح المستقبل البسيط انا ان شاء الله سيكون عليها فيديو قلت لكم اذا اذا صار لي مجال وعدي وقت زين حبايب اذني قلنا هنا ومعانيئين وهاذي امثلة هذا قلنا الطائر الطنان نوع من الطيور وهي جملة هاي مال اميزين وهي جملة الفنتاستيك للي يريد اعتقد ان هذا القاموس هو جدا جيد او رائع بسبب ان يستطيع ان استفاد من طريقة جيدة جدا اعتقد ان هذا الفيلم جدا سيء بسبب ان هو ممل جدا انتهت ان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم دعاء شاركوا كي تعمل فائدة ويستفيد جميع تحياتي لكم مع السلامة